متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة شركة تنسانت الشركة الصينية اعلنت عن اطلاق نموذج فيديو جديد مفتوح المصدر ومجاني تماما اسمه هان يون كاستم هان يون كاستم ده نموذج قادر على توليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي ويعتبر من النماذج متعددة الوسائط بتعمل مع صور مع نصوص مع فيديوهات ولو ما كنتش خبير تقني ومش هتقدر ان انت تنسل الموضل المفتوح المصدر على جهازك او جهازك ما اقدرش ان هو يشغاله الحالة دي ممكن ان انت تستخدمه من خلال الموقع اللي حطيلك الرابط في الوصف اسفل فيديو وده اللي احنا هنشوف في التجربة بتاعتنا من خلاله ان شاء الله ايضا حطيلك الرابط الخاص بالنموذج المفتوح المصدر هو موجود على جيت هب وموجود على هاجينج فيس ودلوقتي هننتقل على الموقع اللي من خلاله هنقدر نحن نشوف تجربة انشاء فيديوهات من هون يون كاستم النموذج الجديد يلا بينا مترحوش في اي حد وارجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف مع بعض النموذج الجديد هون يون كاستم على الموقع الرسمي وهنا حتقابلك بس مشكلة صغيرة انا مش باعتبرها مشكلة قوي لان الهدف هو انتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي من خلال الموقع نفسه هنا هو بيلزمك ان انت تستخدم الامر وتستخدم يعني تكون عامل الامج باي نموذج خارجي وتبتدي ترفع الامج وتحط الامر لان انت حتلاقي هنا فيه علامة نجمة حمرة هنا على كل جزء لازم يتحط ولازم تختار الاسبكت ريشو انا كنت عاملة مجموعة من الصور باستخدام جيميناي 2.0 فلاش امج جينريتور وده نموذج موجود في جوجل اي ستوديو بيمكنك من عمل صور بصراحة في نمازج افضل بكتير ممكن تطلع لي صور وحنشوف دلوقتي مع بعض بشكل عملي ولكن حبيت ان انا اوريك علشان الوقت الفيديوهات اللي انا عملتها باستخدام هون يون كاستم فيديو زي ده من الفيديوهات اللي انا عملتها هيظهر عندك دلوقتي الفول سكرين بالساوند افكت هتلاقي فيه عندك هنا زي ووتر مارك ممكن تعمل ريسايز للفيديو نفسه على اي فيديو اديتور علشان يعني ايه لو الموضوع ده مضيئك ولكن يعني يعني فيه طرق تاني انا مش حابة ان انا اتطرق لها بصراحة لاني ما بحبهاش ولكن زي ما قلتلك يعني هو طالما مش هتستخدمه عندك على الجهاز اعتقد لو انت استخدمته على الجهاز بتاعك مش هتلاقي الووتر مارك دي ولكن زي ما انت شايف لان انت بتستخدوه من خلال الموقع الرسمي فانت هتلاقي الووتر مارك هيظهر دلوقتي قدامك بالساوند افكت مدته خمس دقايق وجيد جدا هنشوف ايضا فيديو تاني ده فيديو زي ما احنا شايفين حلو ايضا مدته خمس ثواني طبعا انا كنت عاملة زي سينز كده ما شاهد باستخدام اي 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 شاة جي بي تي شاة جي بي تي كنت طلبة منه انه هو يديني مجموعة من الاوامر لي قصة صغيرة عن مستكشف صغير داخل غابة فعشان كده هتلاقي ان الستايل بتاع الصور واحد طبعا فيه زي ما قلتلك نمازج تانية تعملك صور كويسة هشوف دلوقتي ايضا صورة من الصور اللي عملتها بنموذج امج اف اكس علشان نشوف النتيجة بتاعت الفيديو هيظهر قدامك دلوقتي بالساوند افكت المشهد التاني نجل ايضا الفيديو تاني من الفيديوهات هتشوف دلوقتي الفيديو بالساوند افكت الفيديو ايضا رائع جدا والساوند افكت اللي بيديها في كل مشهد دي ايضا ميزة من الميزات الحلوة موجودة على الموقع الرسمي مش عارفة هل هي موجودة في الاوبن سورت لا اعتقد اعتقد انها موجودة فقط من خلال الموقع تعال بقى نشوف صورة تانية تم انشاءها بامي جي اف اكس هبتدي استخدمها في عمل مشهد ربع هنا هبتدي ان انا احط الامر وارفع الصورة واعطاني الصورة دي يعني زي كده مغمرة داخل معبد فرعوني اعتقد وهنا الاسبكت ريشو 16 لتسعة نيت ساوند افكتز ييز برومت انهانسمنة اوبن نيت ساوند افكتز حخليها ييز والبرومت انهانسمنة حخليها اوبن هبتدي اعمل جينريت ناو هبتدي يولد هنا تاسك بروسسنج واحد في المية وحبتدي ان هو يعد لحد ما يوصل 100 في المية وحنرجع لكم بعد ما يتم انشاء الفيديو تم انشاء الفيديو شخص ماشي كده يعني ممكن نعمل داونلود ونشوفه فول سكرين مش عارفة الصورة الأصلية يعني كانت أفضل بكتير جدا من الشكل ده يعني بس هنشوف دلوقتي الفول سكرين وحب بس مع رأيكم في التعليقات أعتقد أن الستايل اللي فات أو الصور اللي فاتت كانت أفضل لما أنشأتها بجيميناي فلاش هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة زي ما شفنا دا الفيديو زي ما قلت لك أحب بس مع رأيك في التعليقات أنا كنت شايفة أن الفيديوهات اللي فاتت أفضل الصور اللي تم إنشاءها باستخدام جيميناي 2.0 فلاش إمج جينيريتور على جوجل آي ستوديو بهذا الستايل كانت أفضل مع رأيكم إيه أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة